بسم الله الرحمن الرحيم بولاة الفقيه ويعادي الديمقراطية في الحقيقة هذه الأحداث الأخيرة موضوع البناء على القبور هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون ولكن الخلاف بين خط أو مرجعية السيد محمود الصرخي وبين بقية المراجع وبين حتى فصائل المهدوية المختلفة في العراق وعلى رأسها التيار الصدري كما نعرف أن السيد محمود الصرخي هو تلميذ لسيد محمد محمد صادق الصدر وهو يحمل نفس أفكار السيد محمد الصدر ولكنه طورها بشكل نظرية خاصة له في العراق وعلى أساس هذه النظرية وعلى أساس هذه النظرية اختلف منذ سقوط النظام السابق سنة 2003 بدأ السيد محمود يعني ينظر لحركته لمرجعيته ويصطدم مع المراجع الآخرين وخاص اشتباكات في 2003-2004 في كربلا وأيضا في 2014 كان هناك اشتباك مسلح معه وقصف لموقعه ومقره في كربلا ثم اختفى منذ ذلك الحين ويعني هو يعني السبب الرئيسي للاختلاف ليس موضوع موضوع هذا البناء على القبور وإنما هذه كما قلت القشة التي قسمت ظهر البعيد كان فيه خلافات كثيرة نحاول أن نتعرف على فكره السياسي ونرى ماذا يقول السرخي في الحقيقة يؤمن بالإمامة نظرية الإمامة الإلهية كما يؤمن بها الشيعة الإمامية ويؤمن حتى بالولاية التكوينية وتشريعية للأهمة ويؤمن بوجود الإمام الغائب المهدي المنتظر وأساسا حركته كانت قائمة على فكرة المهدوية والنيابة العامة عن الإمام المهدي لذلك يؤمن بنظرية ولاية الفقيه ولكنه يقول أنا الفقيه الأعلم وأنا الفقيه أنا ولي الفقيه وعلى بقية العلماء والمراجع أن يخضعوا لي وأن يسمعوا كلامي لأنني أنا الأعلم وأنا نأب الإمام والذي يعاديني أو يخالفني أو لا يسمع كلامي هذا يكون خارج الراد عليها والراد عليها كالراد على الإمام والراد على الإمام كالراد على الله أنا اليوم راجعت في الحقيقة موقعه وهو يحمل الموقع الرسمي هذا العنوان الموقع الرسمي لسماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الصرخي الحسني يعني هو يطرح نفسه كمرجع الديني أعلى مو فقط مرجع الديني عادي لا أعلى أكبر من واحد ويتحدى أو تحدى المراجع تعالوا ناقشوني أنا أعلم بالأصول وعالم بالفقه وعالم بكذا وأنا أعلى من أدكم واللي ما يصدق خليجي يناقشني وأنا جاد له راجعت أيضا في موقعه طلعت السلسلة الذهبية في المسيرة المهدوية أو في السيرة المهدوية الحلقة الثمانية فيها مواضع كثيرة عن إمام مهدي والإمامة والنيابة وما شابه الحلقة الثامنة تحت أنوان بحث في ولاية الفقه يبدأ كما أي عالم شيعي آخر ينظر لموضوع الإمامة والمهدوية والولاية الفقه فيبدأ بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أي الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ويقول بالتالي الإيمان لا يتحقق إلا بقبول الولاية وأن الولاية من حقوق الله سبحانه وتعالى وقد أوكل هذا الحق إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله استمرت الطاعة يعني أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إطاعة الأمر تتمثل في إطاعة إمامي كل زمان ويجب هذا الحديث استشد فيه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فعلى كل مسلم أن يتبع الإمام الحق المنصوص عليه من الله ورسوله لكي يبقى في سيرة أو في سير الحق وإلا فسينزل وراء الناس وراء ناس يجهلون الحق وهؤلاء الذين يجهلون الحق سيقودون مأموميهم إلى نار جهنم وطبعا يفصل أنا حاولت أختصر يعني الكلام حتى أعرض لكم فكرة بصورة موجزة ويقول يحقب على هذه المقدمة وبذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا في كل زمان الإمام الحق فيتبعوه وهذا الإمام هو القائد الذي يستطيع أن يوصل المجتمع إلى الرقي على أساس العدل ويبعده عن طريق الفساد والشيطان ويجب في كل مرحلة أن يكون هناك إمام واحد يقود زمام الأمور ويكون أعلى من البقية حسب نظرية الإمامة النظرية الإمامية ويقول وإذا ترك أمر اختيار إمامة المسلمين بيد الناس بيد المسلمين أنفسهم فإن هذا محال لأنهم لا يتفقون على شخص واحد وستكون النتيجة أن كل مجموعة ستنتخب قائدا لها وستعمل فوضى والتفرقة بين صفوف المسلمين وسينتشر الفساد فلذاك لا بد أن الله يعين الإمام الواحد ولو افترضنا أن المسلمين اجتمعوا واختاروا قائدا لهم مثل النظام الديمقراطي يعني أو الشورى فكيف نعرف أن هذا الإمام والقائد لائقا لموقع الإمامة وأنه قادر على قيادة الأمة إلى طريق العدل والسداد ويندد بموضوع الشورى والسقيفة واختيار الخلفاء الراشدين تلعت يقول وهذا ما حصل عندما غصبت خلافة أمير المؤمنين والتاريخ يذكر لنا ما حصل بالأمة الإسلامية حتى وقتنا هذا من أنه أراد وبساعد ومشاكل كلها بسبب السقيفة وبسبب الخلافة اللي أخذوها ولهذا ننوه يؤكد هو أن ترشيح الناس لرجل معين يتم انتخابه من بينهم لا يوجب قطاعته شرعا لأن الحاكمية لله سبحانه وتعالى وأن الله أعطاها إلى رسوله ومن بعده إلى الأئمة المعصومين ووجب اتباعهم فضرب هنا نظرية الشورى وأكد على نظرية النص على الأئمة ولهذا يتابع ولهذا يجب أن يكون ولي الأمر في كل مرحلة أعلم وأفضل وأكمل الناس في عهله ولو ترك الأمر بيد الناس لاختيار ولي أمرهم لكانت كل مجموعة تختار من تريد ومن تحب وهذا الأمر سيولد تعدد الأئمة وتنافسهم على السلطة والجاه مما ينتهي إلى ضرب القوانين الإلهية وانتشار الفساد والظلم طبعا ما يفترض هنا أن يكون مثلا مجلس شورى مثلا يجتمعون أو انتخابات عامة صير مثلا وياهل يجيب أصوات أكثر فيصبح الإمام لا يقول لأنه يعني ذا كل واحد بكيف رح يصير فساد وتعدد أئمة وبما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قد عين أئمة المسلمين من بعده فلذلك تجيب طاعتهم وهم الأئمة الاثنين عشر أولهم الإمام علي ويعدد الأئمة واحد واحد وآخرهم المهدي الذي يفتح مشارك الأرض ومغاربها ويملأها قصة وعدلة وقد أخبر رسول الله أن الاعتقاد بإمامة هذا الإمام لا يستقر إلا في القلوب التي امتحنها الله بالإيمان مو كل واحد يقدر يؤمن به إلا اللي امتحنها بالإيمان يعني يؤكد على موضوع الإمام الثاني عشر المهدي الغائب هاي نظريات الإمامة كما هي عن جميع الشيعة الإمامية ثم يأتي إلى مرحلة الغيبة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى فيقول الغيبة الصغرى فيها نواب الأربع اللي كانوا السفراء الأربع المعروفين وبعدها صارت النيابة العامة فيقول تحت عنوان نفس الموضوع هذا أولي الأمر في زمن الغيبة بسألين 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 إما راح هم موجودين والإمام الثاني عشر غائب فمن هم أولي الأمر يقول إن مبدأ إطاعة أولي الأمر واجب في زمن الغيبة الصغرى والكبرى وبعد نيابة السفراء الأربعة انتقلت ولاية الأمر إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وأهم شرائط الإمامة هي الأعلمية لأن الإمام والقائد يجب أن يكون أعلم الناس وطبعا هو يقول أنا أعلم الناس وأني عندي آراء أصولية وفقهية عالية وأنا أستحق أن أكون أعلم الناس واللي ما يصدق هل يجي يناقشني وأنا أتحدى أي واحد أثبت أنا أعلميتي إذن الآن عرفنا أن القيادة يجب أن تكون بيدي الأعلم العادل والمؤهل لقيادة المجتمع فهنا أيضا يعني اللي يحصل عنده اطمئنان بأطروحة السيد الحسني أصبحت الحجة عليه ثابت اللي يصدق كلامه فهذا صار بعد هو الولي الأمر اللي معي من قبل إماميدي أما الذين لا يبحثون عن الدليل العلمي اللي اجتهم الآخرين اللي ما يصدقون به أن هؤلاء لا يبحثون عن الدليل العلمي ويتكبرون ويغترون بدنياهم من أجل الدينار والدرهم فأقول لهم فأقول لهم أو فلا أقول لهم إلا هذا الكلام سوى أن الراد على الفقهاء كالراد على الأئمة والراد علينا كما يقول الحديث المروي عن نماء المهدي والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرق بالله فاللي يرد على السيد محمود الصرخي الحسني كأنه رد على العلم لأنه الأعلى هو من حصر به القيادة الشرعية وما يجوز تعدد القيادات فيجب على جميع الاستماع إليه وطاعته شروط القيادة النائبة عن الإمام إن أهم شرط في القيادة التي تمثل النائب عن الإمام المعصوم أن يكون فقيها ومتورعا وقد أثبث السيد حسني جدارته العلمية الفقهية أو الأصولية على باقي العلماء هو أعلى من كل العلماء يعني في الشرق والغرب واستحق أن يكون الأعلم من بين العلماء يعني هو طبعا هذا إدعاء رح يصير أنه هو أعلم يعني هو من أول يوم قال عن الأعلم وكتب حتى الأنوان الصفحة مالة الرسمية المرجع الديني الأعلى يعني أنا أعلم واحد إن حصر التقليد في الأعلم فأنا الأعلم طيب هنا هو طبعا لم يجتهد في موضوع الإمامة قلد في موضوع الإمامة ورد هذا هذا الشيء كما الآخرون يقلدون يقلد الشيخ المفيد أو يقلد المراجع السيد محمد الصدر أو غير اللي أنه هاي نظرية الإمامة كأنها وحي منزل من الله ووجود الإمامة الثانية عشر اللي هو فرضية لم يقول هذا يعني هو صحيح ويقلد في موضوع المهدي لم يبحث لم يبحث لا في موضوع الإمامة وأدلتها وثبوتها ولا في موضوع وجود الإمامة الثانية عشر اللي هو فرضية فلسفية أو كلام يعني وهمي فهو افترض أنه باحث في بعض المسائل الأصولية فصار هو أعلى من العلماء وبالتالي نظرية النيابة استفاد من أدها تنحصر فيه أنه صار هو نائب الإمام حصرا يعني ما في غير بعد المجتهدون في طاعة ولي الأمر يقول يتضح من كل ما سبق أن ولاية الفقيه النائبة عن الإمام المهدي في أهد غيبته تنحصر في الفقيه العادي للأعلم وهو ولي أمر المسلمين وتجب طاعته على الجميع بما في ذلك المجتهدون والعلماء العلماء والمجتهدون يجب أن يطيعوا السيد محمود الصرخي لأنه أعلم هو يقول أنا أعلم وخلص والبقية ما يجه وتناقشه وتحده فإذا ثبت أنه أعلم أن طاعة قائد المسلمين من أكبر التكاليف الإلهية قائد المسلمين يعني نعتبر نفسه قائد المسلمين هو نائب الإمام ولي أمر المسلمين من أكبر التكاليف الإلهية لأن بقاء الإسلام وحفظ النظام الاجتماعي للمسلمين والحلولة دون التسلط الكفار والطواخير وبالتالي يقول خلاصة البحث الولاية هي الإمامة والقيادة والحكومة في الأمور الاجتماعية للمسلمين وأن الأم واجب الطاعة اللي هم واجبين الطاعة هم الأم المعصومون الاثنى عشر وفي فترة الغيبة تنقاد الولاية إلى الفقيه العادل الأعلم والولي الفقيه يتساوى مع الإمام المعصوم في الولاية التشريعية يعني هو أنا أعتبر نفسه الولي الفقيه ستصار هو بمنزلة الأم المعصومين هذا نصك عبارته والولي الفقيه يتساوى مع الإمام المعصوم في الولاية التشريعية فقد يجب طاعته في مسائل الحكومة وإدارة المسلمين وما يتصل بهذه الدائرة ولكنه يفترك عنه يعني العالم الفقيه العادل المرجع يفترك يفترك عن الإمام في الولاية التكوينية يعني يقول في الولاية التشريعية هو نفس الشيء يقدر يشرح مثل الأئمة بس ما عنده ولاية تكوينية هو يؤمن أن الأئمة لهم ولاية تكوينية ولكن هو ما عنده ولاية تكوينية بس عنده ولاية تشريعية إذ يبقى مختصا للأئمة عليهم السلام بل إن مقامهم يفوق المقام الجليل للأنبياء الآخرين يؤمن بأن الأئمة أفضل حتى من الأنبياء وعدم مقام أفضل من الأنبياء هذا في صفحته موجود ذو الكلام يعني أنا لأهم مرة أطلع على تفاصيل أعرف أنه يدعي الأعلمية أو يدعي المرجعية ولكن في الحقيقة ما كنت أعرف أنه يؤمن بالولاية التكوينية وبأفضلية الأئمة على حتى الأنبياء وبالتالي هو أفضل من كل الإلماء لأنه الأعلم وتنحصر الولاية عنده هذا في سنة 2003 كاتب المقالة تاريخ موجود تحت أيضا 1424 2003 ميلاديا ف هنا طبعا يعني العلماء الذين لم يناقشوه لماذا يعني كل واحد يقول أنا أعلم وأنا أعلم تعني ناقشوني وما يصير لن تطلح مواضيعك هنا السيد الصرخي في الحقيقة لم يبحث في نظرية الإمام لم يبحث في وجود الإمام الثاني عشر لم يبحث في مسألة السفارة الخاصة والنيابة الخاصة للسفراء الأربع كما يقولون أن هؤلاء كانوا فعلا سفراء حقيقيون صادقون لو كانوا دجالون كانوا دجالين يعني مدعين ثم نظرية النيابة العامة نظرية النيابة العامة التي قال بها العلماء الشيعة عبر السنين هذه أيضا هي فرضية ما فيه دليل يعني هو إذا الإمام اثنى عشر المهدي الغائب ما موجود أصلا لم يولد فكيف يعطي نيابة إلى ومن قال أنه أعطى نيابة الأحد ما فرضية فترضوها العلماء وهو صدق فيها فهو في الحقيقة مقلد مركب يعني فيه أدة أشياء هو يقلد فيها يقلد في الإمامة يقلد في المهدي يقلد فيه النيابة الخاصة يقلد فيه النيابة العامة ويدعي ويدعي الإجتهاد وجعل نفسه ولي عمر المسلمين وعلى وعلى جميع العلماء والمستهدين إطاعته لأنه بعد أعلم العلماء وهذه إطروحته هذه خلاصة إطروحته لذلك لم يخضع لأحد كان يصطدي مع بقية المراجع ويصحر من أدهم وأيضا كان يميز نفسه عن الآخرين بأن أنا المرجع العربي طيب المرجعية هذا عندي شيعة ما بيها قومية يعني واحد يكون هندي أفغاني باكستاني عربي أفريقي أمريكي أي شيء كان أعلم إذا هي النيابة العامة تدور مدار العلم فما بيها عربي وفارسي وهندي وكردي أي واحد كان يصير أعلم وثبت أعلميته وهذا مستحيل طبعا إثبات أعلم فرضا عن العلمية فما يجون يناقشون كل واحد يعني تعال نتناقش وياك بس طروحتك وكتاباتك ومقالاتك وأفكارك الموقف من داعش مثلا من إجرتي داعش هجمت على العراق في 2014 هو رفض محاربتها أو أيدها لذلك ضربوا والآن طارح القضية الجزئية القشرية والتي استفزت الشارع العراقي كما فعل الدواعش في 2006 عندما فجروا قبر الإمامين العسكريين في سامراء وصارت حرب أهلية إذا تذكرون في ذلك الأيام نتيجة التفجير اللي حدث والآن هو ديماهد لتفجير المراقل مثلا هذا أيضا استفز العراقيين الشيعة ودفعهم إلى الهجوم على مقراته وحرق طبعا هذا كان خطأ حرق المساجد والحسينيات أو تهديمها هذه يعني مساجد المسلمين تفتح لعامة المسلمين ما ما تقتصر عليه وعلى جماعته فقط تبقى مساجد مساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأي واحد يروح يصلي فيها ما فيه إشكال فكان الهجوم عليه هذا يعني فعل عاطفي انفعالي سريع صار إنما الفكرة هي هو طبعا في الأمن الأخيرة بدأ يترحم أو يترضى على الخلفاء الراشدين هذا شيء جيد ويستنكر اتهام عائشة سيدة عائشة أم المؤمنين بما يتهم بعض الغلات المتطرفون هذا أيضا شيء جيد هو أيضا كان يرفض أسطورة الاعتداء للزهراء هذا أيضا شيء جيد يعني هذا ينبئ عن حدوث بعض التطور الفكري عنده ولكن هل مس هذا التطور نظرية الإمامة نظرية وجود المهدي أن هذا موجود حقيقة أسطورة وأيضا موضوع النيابة العامة فإذا هو شال الإمامة إذا ثبت الإمامة هذه فرضية وهمية خيالية ولأيما لم يدعوا لا الأصمة ولا الناس ولا شيء من القبيل وهذا ثابت أنا بحثت مرات عديدة وموضوع الإمامة الثاني عشر أن هذا لم يولد ولم يوجد وهو غير موجود ولا توجد لا نيابة خاصة ولا نيابة عامة شيء يطلع السيد الحسني يطلع صفر اليدين ما عنده شيء يقول أنا مجتهد طيب أنت مجتهد إن شاء الله إن شاء الله تكون أعلم العلماء لا يسمح ذلك لك أن تقول أنا ولي أمر المسلمين وأنا أفرض طاعتي على الجميع وجميع يجب أن يسمعوا كلامي طيب الآن هو ضرب نظرية الشورى في هذه المقالة وربما في مقالات أخرى عندي إن شاء الله أنا حاول أطلع عليها أكثر وأحدثكم عنها طيب الآن نحن قدنا نظام ديمقراطي نظام ديمقراطي هيكل يعني أنه اتفق الأراقيون في دستور معين وعلى دستور معين أن يكون هذا النظام موجود النظام مو مثالي في ثغرات أيضا ولكن هذا منع الفتنة الحزب الذي يفوز بالسلطة هو يعين رئيس وزراء أو رئيس الجمهورية هذا نظام مقلائي نظام معقول في كل العالم معمول به وفي الإسلام في القرآن الكريم لا يوجد أي نص حول موضوع الدستور وموضوع الحكم كيف يكون الحكم ولا يوجد أيضا نص على الإمامة في القرآن الكريم مجرد ناس أحاديث بعدين فالعقل يقود إلى نظام الشورى طبعا يكون هناك اتفاق هناك مجلس في أي بلد لما كانت الأمة الإسلامية موحدة مثلا أهل المدينة لعاصمة الخلافة كانت هم جلس كبراء المسلمين من المهاجرين والأنصار وانتخبوا أبو بكر وأمر وعطمان والإمام علي بعد ذلك ثم الإمام الحسن فالآن العملية تكون إما بصورة مباشرة انتخابات مباشرة الناس يصوتون وينتخبون الرئيس أو ينتخبون مجلس برلمان مجلس شورى وهو وينتخب الرؤساء هذا النظام المعمول فيه في كل العالم السيد محمود الصرخي يرفض هذا النظام الديمقراطي ومن أول يوم هو كان معادي إلى ويرفض ويهاجم طيب ما هو البديل أنا ولي أمر المسلمين عن الأعلم طيب أنت تفرض نفسك على الناس مثل الدواعش الدواعش قالوا احنا قمنا خليفة وهذا خليفة بايعناه ويجب على الناس كلهم يبايعوا هذا الخليفة لأنه قرر شي كما يقولون ما يتحدث أنه فقيه لو مفقيه السيد محمود الصرخي يقول لا أنا فقيه عن العالم أنا نائب الإمام وعند بناء على هذه النظرية الشيعية الإمامية الاثنى عشرية التي لم يجتهد فيها ولا بعد فيها ولا دارس ولا يفكر فيها يريد نجع النفس هو ولي على المسلمين ويعني كان عنده إصلاح أيضا في فترة من الزمن والآن لا أدري هل يصر على هذه النظرية أو يعيد النظر فيها أنا أدعو في الحقيقة أن يتواضع شوية ممثلة عالم وأعلم لأنه الناس يتهموا حتى سئل مقتد الصدق لم يكمل دورة فقية عند والدي فسواء نكمل لو ما كمل يعني العلم والعالمية مو دليل هذا أنت لازم تأخذ شرعيتك من الناس إذا الناس نتخبوك وأجمع عليك فصير إمام سواء سيد مقتد سيد محمود الصرخي ولا سيد مقتد ولا السيد السستاني ولا أي واحد آلم آخر مو بالعلم صار افترض أنه نائب الإمام هو أنا ولي أمر المسلمين هذا ليس صحيح حتى سيد السستاني يقول ذلك يقول أنا ولي أمر المسلمين في كل العالم هذا ليس صحيح أنت الناس إذا تخبوك في بلد معين تصير أنت زعيم لك البلد وقائد مال سيد أما عنده فقط لأنه تقول أني جرست مثلا أو أني عالم أو أني أعلم وهذه أمور كلها لا يمكن تحقق فيها ولا يمكن تحقق في أي دعوة من أي مرجع يمكن اليوم يكون عالم يجي بوك ريسل واحد أعلى من عنده فش تتنازل إلا لما تتنازل فأنا أدعو السيد محمود الصرخي وأدعو شبابه وأتباعه أن يعيدوا النظر في كل الأمور ويجتهدوا فيها حتى يصلوا إلى النظام الديمقراطي وإذا هذا النظام اللي عندنا الآن في خلال في مشاكل فيجب أن نرشد هذا النظام نطوره نسوي أفضل نشوف إذا النظام البرلماني ما يفيدنا ننتخب نظام رئاسي مثلا ونشوف الدستور نعيد النظر في الدستور ولكن يجب أن نقول وداعا للنظرية المرجعية والنيابة العامة والنيابة الخاصة والمهدوية والإمامة هاي نظريات قديمة سنة وانقرضت وراحت الآن لا يجوز التشبث بها وما نعرف يعني هذا كلام ليوصل لهم ويفكروا بالموضوع له مصررين أن هذا الرجل هو نعب الإمام وهو أعلى من العلماء وهو ولي أمر المسلمين هذه هي المشكلة التي دائما تحدث مشاكل مع الآخرين وكما قلت في البداية هذه الأحداث الأخيرة أو الكلام عن القبور والبناء على القبور القشة التي قسمت ظهر البعير يا راية هذا البعير يعني ينتبه ويعيد نظر في كل حسابات وفي كل فكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر